صباح الفول على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي مطش النهاردة إن شاء الله هيكون قدام نهضة بركان المغربي الساعة 6 بالليل على ملعب جاسم بن حمد في قطر في بطولة كاس السوبر الأفريقي بعد ما تأهلنا البطولة دي عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التسعة في تاريخنا بالقضية اللي حسبناها في 27 نوفمبر اللي فات مطش النهاردة إن شاء الله هو المباراة اللي كانت متأجلة بقالها فترة كبيرة والمفروض كانت تتلعب في بداية الموسم لكن جات دلوقتي قبل ما نلعب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا للسنة التانية على التوالي يلا بينا طبعا فرينا بيدخل مطش النهاردة هو حامل اللقب التاريخي والأكثر تتويجا ببطولة السوبر الأفريقي كعادتنا يعني في كل البطولات اللي بنشارك فيها بنكون إحنا أصحاب الرقم القياسي في عدد التتويج بالبطولة المرة الأخيرة اللي كسبنا فيها كاس السوبر في الست مرات اللي فاته كانت في 2014 لما كسبنا الصفاكسي 3-2 ووقتها سجل علي معلول هدف في شباكنا من ضرب الجزاء لكن إحنا مسامحينه خلاص علي معلول ولدنا ومش مشكلة اللي عمله في 2014 نروح لمطش النهاردة بقى إن شاء الله اللي فيه حاجات كتيرة قوي جدا مهمة أهمها عودة علي معلول لقايمة الفريق والدكتور أحمد أبو عبلا رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قال إن علي معلول جاهز بنسبة 100% ومشاركته ده أمر يرجع للجهاز الفن بقيادة بيتسو موسيماني وكمان غير علي معلول موجود حمدي فاتحي اللي عاد من الإصابة وجاهز برضو للمشاركة ومعهم كمان كريم ندفد اللي رجع للتدريبات بشكل طبيعي وهنشوفه في الفترة اللي جاية ينضم القايمة الفريق ويكون موجود قريب جدا إن شاء الله فريقنا بقى في الفترة اللي فاتت يعني كان فيه كلام كتير وناس بتتكلم عن الأداء لسه وعلى بيتسو موسيماني ناس بتقول آه تمام لا فيه مشاكل فيه مش عارف ايه فيه لعيبة مش بتقدب أحسن حاجة عندها عاز أقول لهم يا جماعة احنا عندنا مهمة كبيرة جدا لسه داخلين عليها هي بطولة كاس السوبر ونص نهائي دوري أبطال أفريقيا ومازلنا بالنافس على لقب الدوري ومسابقة كاس مصر اللي هنرجع لها إن شاء الله بعد ما نعود من قطر هنلاعب امبي يوم الجمعة اللي جاي فكل البطولات احنا لسه بننافس فيها ولسه موجودين في المنافسة ولو جينا اتكلمنا على مدرب نهضة بركان مثلا اللي بيقول على فرقتنا إن هو فريق مميز جدا ومن أقوى الفرق في القرة رغم وجود أكيد نقط ضعف وهو قال يعني إن فرقة النادي الأهلي بتاريخها كبير وبالأسامي الكبيرة اللي موجودة وباللعيبة المهمة زي الشناوي وعلي معلول اللي ذكرهم بالاسم دول يعتبروا أهم لعبين في الفرقة لكن هو قال كمان إن هو درس الفرقة كويس جدا وهيحاول يلعب على نقط الضعف الموجودة لكن في الوقت نفسه بيقول إن لعبتنا يعني الكلام عليهم هم لو عايزين يكسبوا البطولة دي لازم يقدموا بنسبة أكتر من 100% في الملعب عشان يحققوا المفاجأة ويكسبوا النادي الأهلي طبعا النهضة بركان بيحتل المركز 11 في ترتيب الدور المغربي دلوقتي هو طبعا يعني مركز بعيد شوية لكن ما ينفعش نقلل منه ده منافس بطل قري وبينافسنا على بطولة جديدة بنلعب عليها السنة دي والحقيقة بقى في مفاجأة مهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي وإن شاء الله يعني هنشوفهم قريب جدا هنا على ملعبنا كان في كلام كده بيني وبين العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستادات وتكلم على إن في مفاوضات دلوقتي مع الأمن والكاف إن إحنا يكون مباراة الترجي في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون على ملعبنا هنا تكون بحضور جماهير طبعا بنتمنى إن الموضوع ده يمشي إن شاء الله ونشوف جماهيرنا من وراء الملعب طبعا وسط إجراءات احترازية وتدابير كده هيتم الإعلان عنها في وقتها بس نحصل أول على الموافقات الأمنية وموافقة الكاف إن إحنا نلعب المطش بجماهير إن شاء الله ونشوف كل جماهير النادي الأهلي هنا وقبل ما نختم بمفكركم إن شاء الله إن عندنا مطش مهم تاني يوم الجمعة اللي جاي قدام إنبي في دوري 16 لمسابقة كاس مصر واللي إن شاء الله ممكن نشوف فيه بقى اللعيبة اللي لسه رجع من إصابات بتاخد فرصة أكبر زي علي معلول وحمدي فاتحي وكريم ندفيت كمان ونشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة ويلا يا قهل اشتركوا في القناة